اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي تختتم أعمالها بشرم الشيخ ومحافظ البنك المركزي يؤكد وجود توجيهات رئاسية بخطة عمل لمواجهة التحديات الإفريقية الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمة إزاء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في نبلس ورمالة ويطالب بإجراءات حاسمة لضمان المسألة والحماية خلال استقبالها المبعوث الصيني ألمانيا تطالب بكين بالضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا كسبيل لإنهاء الأزمة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرانيش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اختمت اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله رئيس مجلس محافظ مجموعة بنك التنمية الأفريقية أن تعاون المشترك جعل اجتماعات بنك التنمية الأفريقي ناجحة وخلال كلماته بالجلسة الختمية لاجتماعات البنك أشار حسن عبدالله إلى أن كلمة الرئيس سيسي بالجلسة الافتتاحية ركزت على دور بنك التنمية الأفريقي في إيجاد الحلول وحل المشكلات في القارع أضاف محافظ البنك المركزي أن الرئيس سيسي ركز على خطة عمل من أجل مواجهة جميع التحديات لتحقيق تنمية المستدامة وأعرب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله عن سعادته بالتنظيم مصر للاجتماعات التنوية لبنك التنمية الأفريقية وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مجموعة بنك التنمية الأفريقي نجحت في الاستجابة للتحديات العالمية رغم من التحديات المتزيدة على المساوى العالمي بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع نسب التضخم وأيضاً ارتفاع تكلفة خدمتين فإن مجموعة البنك استجابت لهذه التحديات العديدة من خلال دعمها للدول الإقليمية وقامت بهذا من خلال التمويل ومن خلال منتجات المعرفة وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصاد الكلي وأيضاً الهيكلة الاقتصادية وبناء المرونة للدول الحشة ومن خلال الإدارة التحوطية المالية فإن البنك تمكن من الحصول على تصنيف تريبل اي وهذا أمر نادر في هذه الأونة وذلك من خلال أكلة التصنيف الكبرى وإنني علاقين من أن هذا البنك سيستمر في قيادتي أقرية من جانبه أشاد نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي رامي أبو النجا بحجم المشاركة في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية والتي تخطت 81 دولة وأكثر من 3600 مشارك كما أوضح أبو النجا أن المناقشات انصبت على حشد تمويل القطاع الخاص لدعم مشروعات مواجهة التغيرات المناخية مشيداً في هذا الصدد بإسهامات مصر في ضوء صدافتها لمؤتمر التغير المناخي كوب 27 العنوان بتاع هذه الاجتماعات كان حشد تمويل القطاع الخاص لمواجهة التدعات الناتجة عن التغيرات المناخية وطبعاً أهمية تمويل مشاريع زاد طبع يغلبه الاستدامة في هذه المشاريع وإحنا عارفين أننا العالم كله بيواجه أزمة كبيرة في التغير المناخ ولازم أن يتم تدارك هذه الأزمة والتغير بشكل سريع وشكل فعال فالنقاشات كلها تمحورت حوالين هذا الموضوع وكان طبعاً لمصر دور مهم جداً في هذه النقاشات وليها رأي وتوجه واضح مصر كانت استضافت كوب 27 وكان برضو لها توجه واضح جداً وقوي في هذه الاجتماعات يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدودية حيث تتوافد الحفلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات وبخاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى اشتركوا في القناة المصريين ورعاية الدول من معبري أرقين وقسطل الحدوديين ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل تلفزيون المصري محمود جميل من أبو سنبل تحديدا أهلا بك محمود يعني صف لنا الأوضاع لديك ومدى ما يتسير به الأمور حتى هذه اللحظة من توافد المصريين والسودانيين عبر المعبري نعم محمد تحياتي لك ولكل أسادة المشاهدين نتواجد في نقطة هامة تستقبل الوافدين السودانيين وهي ميناء أبو سنبل النهري ومدينة أبو سنبل بشكل عام التي تقدم كل الخدمات للوافدين السودانيين دعني أولا أنقل لك الصورة هنا في مدينة أبو سنبل في هذه اللحظة التي نتحدث فيها عدد كبير من الحافلات ربما ازداد عن الخدمة الإخبارية السابقة كل هذه الحافلات محملة بعدد كبير من المواطنين السودانيين التقينا بعدد منهم يعني الأغلبية التي تتوافد من الأسر ومن أيضا كبار السن الجميع يعبر عن سهولة الإجراءات التي تقدم لهم في معبري قسطل وأرقين وترحيب السلطات المصرية بهم إذا تحدثنا عن هذه المدينة تحديدا عندما يصلون إليها يستريحون قليلا ثم يعني يتوجهون إلى محافظة أسوان وموقف كاركر الدولي نتحدث عن وجود أيضا للخدمات الصحية متمثلة في مستشفى أبو سنبل الدولي إذا كانت هناك أي حالات صحية تستدعي الانتقال إلى المستشفى أبو سنبل الدولي يتم الانتقال على الفور بمجرد وصول إحدى العبرات التابعة لمحافظة أسوان ويتم نقل هذه الحالات لتقديم الخدمة العلاجية والخدمة الصحية والطبية لهم أيضا في نقطة أخرى عند الوصول إلى أسوان أو إلى موقف كاركر الدولي هناك العيادات الثابتة التي تقدم الخدمات الصحية لهم بالإضافة إلى بعض الخدمات التي أضيفت حديثا لسد احتياجات المواطنين السودانيين الذين قدموا إلى مصر في أماكن تجمعهم في حي الصداقة الجديدة والقديمة في أسوان وفي مركزي إدفو ودراو لتقديم كل الخدمات لهم أيضا لاحظنا على مدار اليوم الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد كبير من المواد الجذائية وأيضا الدعم المختلف الذي يعني يقدم إلى السودانيين في المعبر أو فيما يتعلق بحركة التجارة المتبادلة إلى السودان الشقيقة فهذه الخدمة تتواصل على مدار اليوم لذلك هناك يعني توسع في الخدمات لاستقبال العدد المتزايد من السودانيين نتحدث أيضا عن عمل مستمر من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لكن أهم هذه الخدمات أيضا المبادرات المجتمعية الموجودة سواء في محافظة أسوان أو حتى في مدينة أبو سنبل هذه المبادرات تقدم كل الخدمات المجتمعية للمواطنين نتحدث عن توفير الحافلات نتحدث عن توفير السكن نتحدث أيضا عن توفير بعض الوجبات كل ما يحتاجه الشعب السوداني يجده هنا في مدينة أبو سنبل من خلال هذه المبادرات المجتمعية هذا بالتنصيق وبالتوازم مع الخدمات التي تقدمها محافظة أسوان وتتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال كل المسؤولين المتواجدين سواء في محافظة أسوان أو حتى هنا في مدينة أبو سنبل للوقوف على كل الخدمات التي تقدم للأشقاء السودانيين وتذليل العقبات أمامهم خاصة في معبر قسطل وأرقين فيما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم يتم تسهيل هذه المهام والإجراءات لهم وأيضا يتم تقديم الخدمات من الخدمات الدعم النفسي أو حالة الدعم النفسي وتقديم الحقائب الشخصية وحقائب النظافة وتقديم بعض الحقائب بعبارة عن إسعافات أولية بالإضافة إلى أيضا تقديم خدمة وهي تقصي الحقائق للإطمئنان على ذويهم والإطمئنان على من تركوهم في السودان ومتابعة أيضا ذويهم في السودان إذا كانوا سيلتحقون بهم فيما بعد يتابعون يعني المنظمات تتابع عمل هذه أو ذويهم في السودان حتى يتم مجيئهم إلى مصر وأيضا الحقهم بأسرهم الموجودين هنا في مصر فبالتالي كل الخدمات تقدم لكل الأشقاء السودانيين في مختلف المجالات وفي مختلف أنواع الدعم الذي يقدم لهم هنا في مدينة أبو سنبل أو حتى في أسوان أو في أي محافظة يذهبون إليهم في وطنهم الثاني مصر شكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات محمود جميل متحدثا إلينا من ميناء أبو سنبل النهري شكرا جزيلا لك قالت السعودية والولايات المتحدة إن التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار تحسن رغم تقارير عن اشتباكات متفارقة في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد وأشرت الرياض وواشنطن في بيان مشترك إلى التحسن الملحوظ في الترتيبات الإنسانية في السودان وناشد الطرفين بالالتزام بوقف إطلاق النار وتراقب الدولتان هدنة معلنة لمدة أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخلت حيزة تنفيذ يوم الاثنين الماضي بهدف السماح لتوصيل المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمة إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين في نابلس ورمالة والتي أدت إلى وقع إصابات وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنا تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مشيرة إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفا داعية إسرائيل إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المسألة وحماية المدنيين الفلسطينيين ميدانيا استشهد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من محافظتين نابلس وجينين شمال الضفة وذلك خلال عمليات اقتحام للمحافظتين شنت حركة الشباب المتطرفة في الصومال لهجوما على قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي التي تبعد نحو 220 كم جنوب غرب العاصمة مقاديشيو وقالت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال في بيان إن قاعدتها في يوليو مارير تعرضت صباح اليوم لهجوم من قبل حركة الشباب وابدحة أن القوى تجري تقييما للوضع الأمني أكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أنها اتخذت كل الإجراءات لضمان شفافية الجولة الثانية من الانتخابات التي تنطلق يوم السبت كان حوالي مليوني ناخب قد صوتوا في الثالث عشر من مايو الجاري في انتخابات هيمن عليها الحزب الحاكم والذي فاز بثمانين مقعدا برلمانيا فيما فازت المعارضة بأربع وعشرين مقعدا وحصلت أحزاب المولاء الداعمة للرئيس الغزواني على ستة وثلاثين مقعدا طالبت ألمانيا الصين بممارسة ضغوط على روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا كسبيل لإنهاء الأزمة الأوكرانية جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة الألمانية المبعوث الصيني ليهوي الذي يقوم بجولة أوروبية ستستمر أسبوعا وأكدت الخارجية الألمانية أن الصين تتحمل بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي تتحمل مسؤولية خاصة لأداء دور بناء لصالح السلام والأمن في العالم من جانبه أعلن المستشار الألماني أولف شولتس استعداده لمعاودة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت تصريحات شولتس بعد انقطاع العلاقات بينهما منذ ديسمبر في ظل التحركات الروسية العسكرية في أوكرانيا وقال شولتس أنه يعتزم التواصل مع بوتين في الوقت المناسب أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استياءها من تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان والتي وافق فيها على هجمات كياب على روسيا واستدعت الخارجية الروسية مسؤول البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو للاحتجاج رسميا على هذه التصريحات كان مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جاك سوليفان قد وافق في تصريحات له على الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية بما في ذلك جمهورية القرم ومنطقة بلغروت باعتبارها أرضا روسية نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيدف قوله إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات مدفيدف أدل بتصريحات خلال زيارة لفيتنام وقال إن حربا نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو مؤكدا أنه إذا قدم الغرب أسلحة نووية لأوكرانيا فسوف تطر روسيا إلى شان ضربة استباقية أدانت فرنسا الضربات الصاروخية الروسية وهجماتها باستخدام الطائرات المسيرة التي استهدفت مجددا العاصمة الأوكرانية كيافة ومناطق أخرى منها خاركاف وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الضربات الروسية تستهدفت مرة أخرى عدمدا أهدافا مدنية خاصة مستشفى في مدينة دينيبرو شرقي أوكرانيا فيما اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وأكدت فرنسا أنها ستواصل مساعدة أوكرانيا على الصعيدين العسكري والإنساني لمقاومة العمليات العسكرية الروسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مواقع تخزين ذخير للقوات الأوكرانية إفرى ضربة صاروخية بأسلحة بعيدة المدى أطلقتها القوات الروسية من الجو وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغار كوناشينكوف إنه تم إحبط عمل مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانيتين في منطقة خاركوف وتصفية 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتر في محور كوبيانسك مشيرا إلى أنه تم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعية داتية الدفع ومدافع في محور كراسني لمانسك تحذيرات المستمرة في العاصمة الأوكرانية كييف من خطر التعرض لهجمات صاروخية روسية وتأهب شديد للدفاعات المضادة للصواريخ فقد أعلنت السلطات العسكرية في كييف أن هناك خطر متزايدا نتيجة التعرض لهجمات صاروخية روسية خلال الساعة الأولى من الصباح وكانت روسيا قد شنت مئة الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء بأوكرانيا منذ أكتوبر الماضي لتدمير البنية التحتية الحيوية وأهداف أخرى وأكدت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية إسقاط معظم الصواريخ القوات الروسية قصفت كييف طوال لقل الخميس على ما أفادت الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية مؤكدة اعتراض كل الصواريخ وتدميرها وأوضحت أن قازفات استراتيجية من طراز تو خمسة وتسعين أم أس آتية من منطقة بحر قزوين ألقت صواريخ كروز مضيفة أنه تم رصد كل الأهداف المعادية في مجال كييف القوية وتدميرها رئاسة الأركان الأوكرانية أفادت في إحاطتها الصباحية عن خمسة وخمسين هجوماً جوياً روسياً خلال اليوم الماضي ستة وسلسون منها بواسطة مسيرات مفخخة وأربعة بهجمات صاروخية من جهة أخرى وقع انفجار في روسيا ألحق أضراراً بمبنى في مدينة كراسندار القريبة من القرم دون أن يسفر عن ضحايا بحسب ما نقلت وكالة ريانو فيستي عن السلطات المحلية هذا وقد شهدت روسيا في مطلع مايو سلسلة من الهجمات والحرائق في مستوضع نفطة قراء هجوم بواسطة طائرات مسيرة بينما شنت مجموعتان من القوات الداعمة لكييف هجوماً على منطقة بالجرود الروسية انطلاقاً من الأراضي الأوكرانية في أخطر توغل منذ اندلاع العمليات العسكرية في أوكرانيا وصلت السفن الألمانية والهولندية والبرتغالية والإسبانية إلى ميناء جدينيا البولندي لانضمام إلى السفن المتمركزة هناك كجزء من المجموعة البحرية الدائمة الأولى التابعة لحلف النيتو وتعمل المجموعة كقوة استجابة سريعة متعددة الجنسيات وتتألف من سفن من الدول الأعضاء في النيتو ويتم تناوب قيادة المجموعة بين الدول المشاركة وتتولى ألمانيا حالياً القيادة جاءت هذه الزيارة في سياق أنشطة النيتو المكتفة في بحر الشمال وبحر البلطيق وسط الصراع الدائر في أوكرانيا قررت الحكومة اليابانية فرض المزيد من العقوبات على أكثر من مئة فرد ومنظمة روسية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وأعلنت الحكومة عن إضافة 24 فرداً و78 منظمة إلى قائمة الخاضعين لقرار تجميد أصولهم وأضافت أن هناك قائداً لوحدات المظلات الروسية من بين الأشخاص المدرجين في القائمة كما أشار تيئة الإذاعة اليابانية إلى قيام توكيو بحضر الصادرات إلى 80 منظمة ذات صلة بالجيش الروسي بما في ذلك مصانع الألات كما سيتم حضر البناء والخدمات الأخرى للبلاد تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغاردا بخفض التضخم المرتفع في منطقة اليورو وخلال احتفال بمرور ربع قرن على تأسيس المركزي الأوروبي حذرت لاغاردا من مواجهة المزيد من التحديات المقبلة التي سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى إيجاد حلول لها قال وزير المالي البريطاني جارمي هانت إن أولويته الاقتصادية في مكافحة التضخم على حساب حدوث انكماش في بريطانيا وخلال تصريحات صحفية أضاف هانت أن التضخم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار مشيرا إلى أنه يجب دعم بنك إنجلترا من أجل تحقيق النمو وخف بمخاطر الانكماش تراجعت ليرة التركية إلى مستوى قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار جاء ذلك قبل جولة الأعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد بين الرئيس رجب تايب أردوغان ومنافسه كامال كليتشدار أغلو وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقاومة بالدولار في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو والتي لم يتمكن فيها أردوغان أو أغلو من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلزيون المصري وتتابعون فيها تكريم مصر ضمن الدول الأكثر إسهاما في حظ السلام والأمن الدوليين هكذا مندوب مصر دائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق اعتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمم المتحدة لتخليد دور حفظة السلام تزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لعمليات حفظ السلام الأممية وعشر المندوب الدائم لمصر إلى تقدير سكرتير العام للأمم المتحدة لدور مصر الأساسية ومساهمتها بقوات حفظ السلام في كبرى البعتات تابعة للأمم المتحدة حيث شارك أكثر من 30 ألف مصرية على مدار عشرات السنين مؤكدا أن الميدالي التي تلقتها مصر تعد فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة العطاء والإسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام أكدت مصر أهمية الانتقال العادل كأحد ركائز اتفاقية باريس للتغير المناخي وللحيلولة دون التعارض بين العمل المناخي وإدراك التنمية المستدامة جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير المصري لدى بريطانيا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سفر انبعاثات والذي نظمه الحي المالي بلندن بالشراكة مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في العاصمة البريطانية وذكرت وزارة الخارجية أن كلمة مصر خلال المؤتمر أشارت إلى أن برنامج الانتقال العادل هو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ وجاء استجابة لمطالبات العديد من الأطراف الفاعلة في مفاوضات تغير المناخ في إطار حرص وزارات الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا نؤكد المرأة المعيلة واصلت الوزارة فعليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان وذلك لتوزيع مساعدات عينية على هذه الفئات على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين تسعى وزارة الداخلية إلى طرق كافة الأبواب لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في هذا الإطار واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان التي تستهدف توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا بخاصة السيدات المعيلات وهو ما يتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة كلنا واحد مش بتروح بس المحافظات الكبيرة زي القاهرة والجيزة واللأدة بتيجي الصعيد هنا هي المينيا وصاملوت وكمان الكرة كمان قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسك مع قطاعات الوزارة المعنية ومدريات الأمن وجه مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم والمساندة والمساعدة لقاتل تلك المناطق مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تضمنت في مرحلتها الثالثة إلى جانب المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قامت بإجراء الكشف الطبية على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاتل المناطق المستهدفة الذين أشهدوا بقوافل الدعم المتواصلة التي تقدمها الوزارة لهم والتي تأتي في إطار تفعيل مشاركتها المجتمعية كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية قافلة طبية ممتازة جدا جدا كل الكشفات كانت موجودة كلها حاجة بصراحة مشرفة جدا وكويسة خالص فيها علاج وفيها تكاترة وفيها حاجات كثيرة حلوة ومجانة بشكر سيادة الرئيسة على اللي بيعملوا معنا يعني مبادرة كلنا واحد دي مبادرة من أحسن حاجة عملت كلنا واحد بتخطف الحملة وكده وربنا يبرك لكم أنت والريف وربنا تخلينا سعادة الرئيف تحيا مصر تحيا مصر هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن ماديا ومعنويا لتخفيف الأعباء عنه شكرا هادجة زمان هو بلدي جد ترش من بعدها وكلنا مؤمنين شكرا مصر شكرا مصر شكرا مصر للتقدم في كافة المجال لتقدم في كافة المجال فالذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النصر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة اتجاه كافة القضايا على جميع المستوى موسيقى تنظم تنصيقية الشباب الأحزاب والسياسيين اليوم مناظرة حول المقترح المقدم من حزب المحافظين في الحوار الوطني بشأن منع من يتنقل من السياسيين بين الأحزاب من مورسة العمل السياسي لمدة ثلاث سنوات يأتي ذلك في إطار سلسلة من الصالونات النقاشية التي تنظمها تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي تبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسقية حول نتائج بمخرجات جلسات الحوار الوطنية تنظم تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا حول قضايا المحور المجتمعية في الحوار الوطنية هذا وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف التعليم قبل الجامعي وتتناول مناقشة عدة محاور منها أهمية قرار الرئيس السيسي بقيام الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني كما تناقش الجلسة الثانية ملف القضية السكانية وخطورتها على المجتمع أكدت عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين كريمة أبو النور أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية المصرية جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجلسة التعليم بالمحور المجتمعية في الحوار الوطني نحن نتعامل كم مبادرات يعني هو تم إهمال الملف في فترة من بعد التسعينات لحد 2014 من 2014 ابتدى الاهتمام بشكل واسع جدا تاني بالملف وزي ما حضرتك ذكرت كم المبادرات التي تعاملت بس عندنا مشكلة أول حاجة أنه المبادرات دي مش متكاملة مع بعض يعني بنطلع المبادرة وبعدين نطلع المبادرة وما بنشوفش إحنا حققنا إيه في المبادرة دي ونقصنا إيه في المبادرة الجديدة فإحنا مش متكاملين مع بعض وعشان يحصل التكامل ده إحنا كتنسقية قدمنا مقترح أنه آآ المجلس القومي للسكان يعاد إلى رئاسة الجمهورية المجلس بالضبط كده لأنه هو كان في الفترة اللي كان شغل فيها كويس كان بالفعل تحت رئاسة الجمهورية وبعد كده انتقل لمجلس الوزراء وبعد كده تنقل لوزارة الصحة فبعد كده بقت المبادرات اللي بتطلع من عند رئاسة الجمهورية أو من الوزارات المختلفة ما بيتمش التنسيق ما بينها إحنا شايفين أنها لما هترجع لرئاسة الجمهورية هتبقى كل المبادرات دي موجودة تحت المظلة دي مظلة أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود ألماض ضرورة تهيئة الخريجين للسوق العمل جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على همش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني إحنا عندنا فيه إشكالية كبيرة حصلة حاليا في المجتمع المصري اللي هو خروب بعض التخصصات من سوق العمل ودخول بعض التخصصات الأخرى إلى سوق العمل وده محتاج تفنيد ونقول زي كده للمهن اللي موجودة والتخصصات بمعنى مثلا أنا أخريج كلية التربية خاصة من لغة الفرنسية كل سنة كلية التربية بتطلع في لغة الفرنسية مثلا عشر تلاف خريج هل سوق العمل يستوعب هذا الكامل؟ لا، ولكن أنا محتاجة أفتح مثلا لغة صينية، لغة ألمانية، لغات تانية موجودة يكون من شأنها مربوطة بسوق العمل أشهد عضو مجلس النواب السابق باسل عادل بدور مبادرة إبداء التابعة لمؤسسة حياة كريمة لتطوير الصناعة جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني دي مبادرة هاي لو فيه استراتيجية معمولة في الصناعة يعني عاملها وزارة الصناعة ودي مساء اللازم تفعل، أنا الحقيقة أكتر حاجة بتدايقني المصانع المقفولة اللي في كل مكان أو اللي بيفتح مصنع ويواجه بالبيروقراطية والمشاكل والمعوقات أو إنه ما يعرفش يفتح مصنع وده الرئيس لما تكلم عن الرخصة في خلال عشر تيام إنه اتناشر يوم إنه الرخصة على طول تفعل كل الحلول دي يعني حلول مهمة إحنا بس كان عندنا طرحة عايزة أضيفه على مسألة المجلس الاقتصادي الأعلى ده إحنا محتاجينه في البلد لتنظيم ويبقى مايسترو للسياسات ويرسم استراتيجية لمدة خمس سنين تبقى فاعلة وكمان اقتراحنا بإنه بقى في وزير اقتصاد لأنه الاقتصاد ما بيتحلش بالجزئية يعني مش بس السياسات مصرفية مش فايدة تعلى ولا تنزل هي مجموعة حزم الإجراءات كلها بتبقى متصلة ببعض أكدت مساعدة مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني هانيا محمد شلقامي أن الحوار المجتمعي من أولويات السياسات في الجمهورية الجديدة جاذلك في لقاء المعتلزون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني هو الحوار المجتمعي هو حوار أطراف أطراف مختلفة عن بعض فهو كل الحوارات حوارات سياسية بتتكلم في مواضيع مختلفة في المحور اللي أنا فيه المواضيع الاجتماعية والاجتماعي ده فيه تلات حاجات أكتر حاجة بتمس حياتنا اليومية أقل حاجة بنتعامل معاها بشكل جدي لأن بنعتبر إن الاجتماعي ده مألوف ومن أولويات السياسات للجمهورية الجديدة لازم لازم نراجع وضع التعليم وضع الصحة الخدمات اللي بتقدم للشباب تمكين الشباب من ناحية رياضة من ناحية فرص عمل من ناحية تأهيل شباب زاوي الإعاقة وزاوي الهمم الثقافة العامة والممتجات الثقافية التماسك الأسري الأضاية السكانية كل الحاجات دي هي اللي بتشكل مصر الحاضر والمستقبل وأعتقد إن التعاطي معاها بشكل منفتح وجريء من أكتر متطلبات الفترة الحالية أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غادة علي أن القيادة السياسية تستمع للشباب في الحوار الوطني جاء ذلك في لقائم مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعية في الحوار الوطني اقتباسا من كلمات فخمة الرئيس في أحد المنتديات كان بيوجه كلامه لزعماء العالم وبيقول لهم استمعوا إلى شبابكم كانت رسالة ورؤية وأصبح يمكن نهج ولقينا دلوقتي دعوة فخمة الرئيس للحوار الوطني هو تطبيق لهذه الرؤية وأيضا ليس فقط الشباب بل زو الخبرة وكافة الأطياف وكافة الأيدولوجيات نتكلم ونسمع بعض احنا بنفكر المستقبل بلدنا القرار تشاركي القرار بمنتهى الشفافية والحيادية خاصة بعد إسند تنظيم واستضافة ولوجستيات الأمر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محيدة تماما عن أي أيديولوجية فطبعا يعني الموضوع بالنسبة لنا كشباب لو هتكلمني كرؤيتنا كشباب لا كالموضوع مباشر جدا الدعوة للرأي والرأي الآخر كانت مهمة جدا ويمكن احنا كتنصقية شابه الأحزاب والسياسيين عارفين قيمة هذه المخرجات في يوم الأيام هتكون ازاي لأن احنا في الأساس كتنصقية احنا طولة حوار احنا صورة مسغرة من الحوار الوطني كبايلوت أو كنموذج أولي للحوار الوطني شاهدنا قد ايه الفكر ده نجح معنا شاهدنا قد ايه تقبلنا وأخيرا قدرنا نسمع بعض من أقصى اليسار لأقصى اليمين للوسط للمستقل للحزبي فإذا كانت دايما بتطلع من عندنا ملفات عمل تخدم الدولة المصرية أكدت ممثلة الحكومة في القضية السكانية مديرة المركز الديمغرافي بوزارة التخطيط أميرة توادرس أن القضية السكانية تعتبر قضية مجتمعية ومركبة جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني طبعا لو حضرتك هتقول قضية السكانية تمثل ايه هي تمثل أمن قوي السكان هم عنصر أساسي من عناصر الدولة يعني إحنا لو بنتكلم على قوة الدولة الشاملة أو مفهوم الدولة وعناصرها أساسا الدولة عبارة عن أرض إقليم وشعب وحكومة أو نظام فإحنا بنتكلم في السكان هو الشعب هو الشعب اللي بيقتن البلد دي وبالتالي هي قضية مهمة جدا وهي قضية مجتمعية وعشان كده تم مناقشتها في المحور المجتمعي وده يعني كان اختيار موفق جدا لأنه أي قضية مجتمعية مش بس القضية السكانية أي قضية مجتمعية بتبقى مركبة جدا لها أبعاد كبيرة يعني لا يمكن تنحصر في بعد واحد فعشان كده لما بنتكلم على القضية السكانية وهي كل ما يخص السكان سواء من حيث النمو السكاني وزيادة السكانية أو كسافات السكانية توزيع السكاني أو توزيع جغرافي للسكان أو الخصائص السكانية التعليم الصحة البطالة توزيع خريطة العمل قوى العملة الهجرة كل دي بنسميها ملفات السكان وبالتالي لو جينا نبص على القضية السكانية لا أنا عندي دلوقتي مشكلة أبعادها كبيرة جدا فيه بعد خاص بالنمو السكاني إن إحنا عندنا نمو متسارع ونمو بمعدلات أعلى من قدرة الدولة أو أعلى من موارد المتاحة للدولة والنمو الاقتصادي للدول شددت مقررة لجنة السكان بالحوار الوطني نيفين عبيد على أن ملف زيادة السكانية شهد كما كبيرا من المبادرات التي تحتاج إلى المتابعة وقياس النتائج مشيرة إلى أن هناك إشكالية كبرى في القضية السكانية جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري عليها مش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني كان عندنا تراقم في مسارة التقييم والمتابعة وحرص عليها ربما ما كانتش ظهرة القضية السكانية الغايدة يعني أنت بتناقش القضية السكانية لأنها عندك مشكلة مش بتناقشها علشان أنت ما عندك مشكلة فأنا بتمنى على ممثلي الجهات الرسمية وخاصة للوزارات والمشاريع القومية وغيرها أنهم يوفوا معنا في الاعتراف بالأزمة يعني ممكن يكون ساتسفايد أو عنده رضا بتدخلاته لكن لا تنكر وجود الأزمة إذا اتفقنا أن هناك إشكالية في القضايا السكانية علينا جميعا أن نقول أن هناك أزمة في زيادة السكانية إذا أن هناك أزمة تتعلق بالسياسات العمل يبقى نلتفت إلى هذا ونأخذ خطر وراء عفوا اللي قدام بما يخلينا نخرط بقى من حيثية الدفاعية والدفانسينج اللي بيحصل من وقت للتاني قالت عضو مجلس النواب ميرال الهريدي إن النهوضة بالمستوى المعيشي للأفراد مرتبط بتعليم وتطويره وأضافت ميرال الهريدي أن هناك أهمية للاهتمام بالمنظومة التعليمية لدوره الكبير في حل العديد من الأزمات التعليم هو أساس بناء الإنسان التحول المجتمعي والنمو الإقتصادي يبقى من الجملة ديت هنقدر نقول أن أساس أي تقدم في صناعات في تجارة في بناء الإنسان لازم هيكون من خلال التعليم وبعدين لما أجي نتكلم عن التعليم لازم ناخده كله في المجمل التعليم ققاضية عامة مش هقسمها لمقابل الجامعي والجامعي والبحث العلمي لازم الأول أتم رابط جميع سلاسل التعليم ببعضها عشان أسد الفجوة بين مرحضة والأخرى وبعدين بعد كده أمسكهم جزء جزء التعليم من المقابل الجامعي والجامعي وما بعد الجامعي الآن مشاهدنا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال باقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة رجائي رمزي إليك رجائي شكرا محمد شكرا إيمان شاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العام الجديد 2023-2024 وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نافت تلك الانباء وشددت الوزارة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 شهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة سويس توقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة تقام في منطقة السخنة الصناعية ما بين شركات متنوعة والمطور الصناعي تيدا مصر وقعت شركة تيدا اتفاقية مع شركة هايدر جروب لتصنيع المواد الحديثة اللازمة للإنتاج جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مؤتمر شركاء مبادرة الحزام والطريق الذي نظمته شركة تيدا مصر بمدينة هانجشو الصينية أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل أن شركة شفرون تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول وتتوسع حاليا في عملياتها في مجال البحث والاستكشاف في مناطق امتيازها بمصر ومنطقة الشرق المتوسط وخلالها استقبال الملاء رئيس شركة شفرون العالمية شد ذا الملاء على أن مصر تولي أهمية قصوى لإنتاج التصنيع والبنية التحتية المتطورة من جانبه أكد رئيس شفرون أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في مصر سواء في مجال البحث والاستكشاف أو في مجال تصنيع الزيوت ووقود السفن وتستهدف توسعة دائرة المستهلكين لمنتجاتها داخل وخارج مصر تتنافس كافة دول العالم في الحصول على المعادن الأرضية النادرة لذلك تسعى كافة الدول إلى الاهتمام بها خاصة وأنها تلعب دورا كبيرا في أمن الطاقة وستزداد الحاجة إلى هذه العلاصة للأرضية النادرة من 5 إلى 6 أضعاف وذلك بحلول عام 2030 ونحو 7 أضعاف بحلول العام 2050 في ظل حالة التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى في النظام العالمي تسعى دول العالم إلى الاهتمام بالمعادن النادرة خاصة وأنها تلعب دورا حاسما في أمن الطاقة واستدامتها النيوديام والبرسيديام يعدان من أكثر العناصر الأرضية النادرة الخفيفة الضرورية في منتجات مثل المحركات والتوربينات والأجهزة الطبية وتلك العناصر قد ازداد الطلب عليها في السنوات الأخيرة مع نمو التكنولوجيا وسوف يستمر في الصعود وسط الصباق المستمر في مجال صناعة السيارات الكهربائية ونظرا لأن العالم يستثمر بكسافة الاقتصاد الرقمي والتحول إلى الأخضر فإن الحاجة إلى هذه العناصر الأرضية النادرة ستزداد من 5 إلى 6 أضعاف بحلول عام 2030 ونحو 7 أضعاف بحلول عام 2050 وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية والبنك الدولي الصين تعد أكبر منتج للمعادن الأرضية النادرة في العالم وذلك وفقا لتقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء ازدنتج نحو 61% من الانتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة أي ما يعادل نحو 168 ألف طن من إجمالي الانتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة البالغ 277.1 ألف طن في حين تنتج الولايات المتحدة وبورما وأستراليا وطايلند معا ما يقرب من 35% من الانتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة الاهتمام العالمي بالبحث عن المعادن الأرضية النادرة يمثل فرصة كبيرة لدول القارة الأفريقية خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الدول من سروات ومعادن أرضية النادرة وعليه يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من تسارع الجهود العالمية للبحث عن العناصر الأرضية النادرة لقلب الإيرادات إليها لتمويل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية والحد من الفقر واستخدام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز الشراكات التجارية الأفريقية والعالمية ونتحول مشاهديننا إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت عصار النفط بأكثر من 1% وذلك بعد تقليص خسائرها في التعاملات المبكرة من الجلسة فيما تنتظر الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها بعد رسائل متضاربة جعلت من الصعب التنبؤ بنتائج اجتماعهم المقبل ارتفعت على قود الأجلة الخامة برينت بنسبة بلغت 1.8 مئة بيئة المئة لتصل إلى 77 دولار وأقل من سنت واحد للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.36 مئة بيئة المئة لتصل إلى 72 دولار واحد وثمانين سنتا للبرميل فيما ارتفعت أيضا أسعار المزوط العالمية بنسبة بلغت 1.38 مئة بيئة المئة لتصل إلى دولارين 2.6 وثلاثين سنتا للتر بينما انخفضت أسعار الغاز الطبعي بنسبة بلغت 3.77 في المئة مسجلة دولارين 2.2 وثلاثين سنتا وذلك لكل مليون واحدة حرية بريطانية انطلق منتظى تشونغ كوانتون في بكين بمشاركة أكثر من ثمانين دولة بالإضافة إلى نحو مئتين منظمة دولية قال نائب رئيس مجلس الدولة الثانية أن الرئيس تشي جينبانغ يرى أن الابتكار العلمي والتكنولوجي والتعاون الدولي أمرين لهم أهمية كبيرة بمشاركة أكثر من ثمانين دولة بالإضافة إلى ما يقرب من مئتي منظمة دولية انطلق منتدى تشونغ كونسون في مركز المعارض ببكين تحت عنوان تعاون مفتوح من أجل مصير المشترك تمت فيه استضافة المنتدى بشكل مشترك من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملكة للدولة التابعة لمجلس الدولة والأكاديمية الصينية للعلوم بالإضافة إلى الأكاديمية الصينية للهندسة والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وحكومة بلدية بكين نائب رئيس مجلس الدولة الصينية دينغ شانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لللجنة المركزية للحزب الشيعي الصينية حضر مراسم الافتتاح وألقى كلمة قال فيها إن خطاب التهنئة يعكس تماما أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعد لابتكار العلمي والتكنولوجيا والتعاون الدولي أمرين لهما أهمية كبرى وشدد على أن الصين ستسرع في تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار لتوفير دعم قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة في البلاد منطقة شونغ وانسون تأسست في عام 1988 في شمال غربي بكين وتضم مجموعات من الجامعات والمعاهد البحسية وهي أول منطقة وطنية للتنمية الصناعية عالية التقنية في الصين وتعرف باسم وادي السيليكون الصيني كما تأسس المنتدى باسم هذه المنطقة الصينية في عام 2007 وتطور إلى منصة للابتكار المفتوحة على المستوى الوطني والمنتدى الدولي ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات مع صعود أسعار النفط عقب إحراز تقدم في محادثات لخاصة برفع صقف الدين الحكومي بالولايات المتحدة ارتفع المؤشر الرئيسي لبرصة أبوظبي بنسبة بلغة فاصل ستة بي المئة ليقطع سلسلة خسائر استمرت ثلاثة جلسات بينما ربح المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة بلغة فاصل أربعة بي المئة منهين تلسلة خسائر استمرت لثلاثة جلسات ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح مضعومة بتقدم المفاوضات المتعلقة برفع صقف الاقتراض للحكومة الأمريكية غير أن بيانات أشارت إلا تضخم أعلى قليلا من المتوقع حد من المكاسب وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بلغة فاصل تسعة من مئة بي المئة فيما زاد المؤشر ستاندرد انبورز بنسبة بلغة فاصل اثنين عشرة واثنين عشرة بي المئة فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة بلغة فاصل ثلاثين من مئة شهرين لنهاية هذه الوقت فالاقتصادية عودة مجددا إلى الزملاء إيمان ومحمد فإليكم تم اطلق قمرين صناعيين من نوع تروبيكس الخاص بأبحاث العواصف التابع لناسا على صاروخ راكت لاب إلكترم من شبه جزيرة ماهيا في الجزيرة الشمالية بنسبة لاندا هذا وستختص الأقمار الصناعية بجمع البيانات ودرجة الحرارة والرطوبة فوق الأعصير المدارية اشتركوا في القناة نهاية السادسة وهذا تذكير بأبرز عنوينها اجتماعة مجموعة بنك التنمية الأفريقي تختتم أعمالها بشورم الشيخ ومحافظ البنك المركزي يؤكد وجود توجهات رئاسية بأهمية وجود خطة عمل لمواجهة التحديات بأفريقيا الاتحاد الأوروبي يعرف عن صدمته إزاء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في نابلس وراملة ويطالب بإجراءات حاسمة لضمان المساءلة والحماية خلال استقبالها المبعوث الصيني ألمانيا تطالب بكين بممارسة ضغوط على روسيا لتصحب قواتها من أوكرانيا كسبيل لإنهاء الأزمة ختموا نشرة السادسة أعتدكم من التلفزيون المصرية نشكركم على طب المتابعة ودمتم سلم ترجمة نانسي قنقر شكرا